وللمزيد ينضم إلينا من الأراضي المقدسة موفد التلفزيون المصرية محمد حلمي محمد بعد التحية ضعنا في الأجواء لديك وإجراءات عودة ضيوف الرحمن حيات لك محمد من مقار البعصة الطبية المصرية بمكة المقرمة اليوم سوف يتم من خلال الجسر الجوي التابع للشركة الوطنية يسير 14 رحلة منهم 9 رحلات من جدة و 5 رحلات من المدينة المنورة الأجاجة هذا الأجاجة الذي عنه مشحائل وزيارة الحضر ومسجد الرفوء صلى الله عليه وسلم لكن هناك الأكثرية من جيفر الرحمن تم تفروجهم اليوم وخلال الأيام القادمة إلى المدينة المنورة للاستكمال الرحلة المقدسة الوضع الصحي محمد الحمد لله جيفر الرحمن بخير لا توجد أي عمراض معدية عدد المنومين في المستشفيات منذ بدء الرحلة المقدسة وحتى اليوم وصل 88 حالة تم خروج 36 بقي 52 حالة منهم 24 حالة بالعناية المركزة 24 منهم 11 حالة على أجهزة الصناعة ولكن الحمد لله حالاتهم مستقرة بعض من جلطات بالمخ أو جلطات بالقلب غيبوبة سكرية باطئ الحمد لله حالاتهم مستقرة في الأقسام الداخلية تقدم لهم العناية من خلال الصنفات السعودية للتعاون مع الجحصة الطبية المصرية وكذلك تم استكمال عمل الأيادات الطبية لكان انتصادها سواء في المكة المكرمة أو المدينة المنومة والتي تصل إلى 23 ميادة عدد المترددين حتى اليوم أكثر من 19 ألف حاج ردد على هذه الأيادات وكذلك الدوات التوعوية التي وصلت إلى أكثر من سبعانات نجوة توعوية ترضى عليها أكثر من 28 ألف حاج الحمد لله الوضع مستقر بالنسبة لطباج المصرين رغم تجارات المناخية وارتباع درجات الحرارة التي وصلت أثناء الشعار إلى 48 درجة مئوية كان هناك تلزية سيلة أعداد من سلال على أعداد ضربات الشمس ولكن تم التعامل مع هذه الحالات سواء من الأطباء المصريين أو دخولهم المنتشفيات وتقدم لهم العناية النازلة من خلال الأصدات السعودية الحمد لله أنك أجواء روحانية فعرضت أفضل المصر بين بنفر الرحمن وبحصة الحباج المصريين أعقدون واستحسان من قبل الحباج المصريين خلال رقائهم معهم بمقر رقاماتهم لما يقدم لهم على مدار الساعة من خدمات بيجستية وطبية سواء على مستوى البعشات النوائية أو أجواء شخص بيجستية الحمد لله نتمنى لك عودة سالمة ولكل ضيوف الرحمن محمد حلمي موفد التلفزيون المصري كنت معنا من الأراضي المقدسة شكرا جزيلا لك